بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم رامي عزة وأهلا بكم في فيديو جديد من كورس شوبيفاي دروب شبن جنيتش القطط لو أنت مش جايب الكورس بالترتيب فالرابط هتلاقي موجود أسفل هذا الفيديو هتلاقي رابط القائمة التشغيلية موجود أسفل هذا الفيديو اضغط عليها وهات الكورس بالترتيب في هذا الفيديو هنتكلم عن إعدادات الشحن الخاص بمتجرنا أول حاجة هنروح لسيتنج بعد كده جنرال ومن أسفل الصفحة هنا اتأكد إن انت مختار من هنا عفواً الامبريال سيستم ومختار باوند والعملة بتاعت متجرك مختار اليو اس دولار لو أنت هتشحن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد كده ارجع تاني إلى سيتنج روح إلى شبنج اند دليفري بعد كده في الشبنج هروح إلى مانج جريت طبعاً وهنا بيقول لي فيه لوكال دليفري لو أنا هوصل للعميلة والعميل هنا هيجي استلم مني في اللوكال بيكوب يعني فيه أمور أنا مش محتاجة هو ما بشتغلش بيها خالص تمام فأنا هاجي من الشبنج اللي هو الشحن العادي هبدأ أضغط على مانج ريتس هيجيب لي هنا خطتين شحن هما هو عملهم لي أوتوماتيك خطة شحن داخلي في مصر لأنه قاري إن المتجر أنا عامل الدولة بتاعتي مصر وشحنة آخر لدول العالم كلها فأنا ببساطة هعمل دليت للاتنين زون سواء لي مصر أو للشحن اللي هو الورلد وايت تمام كده أنا لغيت الشبنج في المتجر بتاعي حتى تلاقي بيقول لك أنت ما يعني ما عندكش مناطق تشحن لها وبالتالي الكاستومر هنا مش هيقدر يعمل تشيكاوت على المتجر بتاعك بعد كده هضغط على كريت شيبنج زون هسميها يو اس شيبنج أنت طبعا هنا ممكن تختلف عني يعني لو واحد هنا هيشحن المتجر بتاعه عامله للسوق الإيطالي وهو شخص مدقن للغة الإيطالية وعاوز يشتغل داخل إيطاليا فأه طبعا اشتغل داخل إيطاليا وقتها أنت عندك ميزة مش عندنا إحنا تمام أنا هنا هختار يونيتد ستيتس بعد كده هختار من هنا يونيتد ستيتس لو أنت في ولايات معينة مش عاوز تشحن لها هتضغط على هذا السهم وتختار الولايات اللي أنت عاوز تشحن لها لو كانت شركة الشحن بتاعتك مش بتوصل لولاية معينة أو أنت يعني مش عاوز تشحن لهذه الولاية لأي سبب أي أن كان الأسباب إيه بعد كده هختار أنا هنا يونيتد ستيتس كلها هبدأ أعمل دان كده تم عمل منطقة شحن للولايات المتحدة الأمريكية تمام بعد كده هبدأ أضغط على أدريت هعمل أنا عندي في المتجر حاجتين هعمل حاجة اسمها فري شبنج وهخلي أكيد تمانها صفر طبعا هي يعني فري شبنج طب إمتى هو يعمل فري شبنج فري شبنج هنا ممكن أنا أخليه based on order price طبقا لسعر المنتج أقول له والله لو كان سعر المنتج بيتراوح من كذا إلى كذا خلي الشحن بتاعه مجاني تمام وممكن based on item weight لو كان وزن السلعة من كذا إلى كذا خليلي الشحن بتاعها مجاني تمام فأنا هنا ممكن أقول له based on order price لو أنا حد لين item weight شرحتها أنا قبل كده في فيديو آخر فأنجرب حاجة جديدة المرة دي هقول له والله لو كان سعر المنتج من 15 الى مثلا هعمل 3 تسعات كده بحيث يبقى الى اخر يعني يعني بداية من 15 دولار خليه للشحن مجاني بعد كده هعمل ضل يبقى انا هنا قلت له ايه خلي الشحن مجاني لو كان سعر الوردر بيتراوح من 15 الى 999 دولار الشحن بتاعه يبقى فري بعد كده هضيف ريت تاني هسميه standard shipping اللي هو الشحن العادي او الطبيعي وهنا مش هخليه بقى فري عاوز مثلا اخليه انا مثلا 9 دولار او 10 دولار كده 9 دولار 99 سنت امتا ده مثلا لو كان تمن الشحن هيتراوح منها هخليها برضو بيزدق ان اردر برايس هيتراوح من 0 دولار الى 14.99 تمام يبقى كده معناها ايه معناها ان يا شوبيفاي لما العامل يدخل يشتري مني لو كان تمن المنتج بيتراوح من 15 الى 999 دولار خليلي الشحن مجاني ويا شوبيفاي لو كان الاردر ده بيتراوح من 0 اكيد مفيش اردر بصفر تمام اللي هو من سنت يعني الى 14 دولار 99 سنت فخليلي الشحن بتاعه 9 دولار 99 سنت وبالتالي هنا انت ممكن تعمل بروموشن في المتجر بتاعك وتقول ان الشحن مجاني للاردرات اللي اغلى من 15 دولار تمام انا بفضل ما بعملش كده يعني في متاجر بعمل فيها لكن العام عندي انا في متاجري انا الشخصية هي بعمل خطة شحن واحدة فري شبنج لجميع الاردرات من غير ما تضيف اد كوندشن فبالتالي اي اردر في المتجر بتاعك يكون مجاني في الحالة دي هتعمل ازاي؟ هتلغي الكندشن اللي هنا وتروح تحزف الستاندرد شبنج تمام؟ انا هعمل هنا سيف يبقى انا المتجر بتاعي كله قايم على حاجة واحدة دلوقتي ان انا هشحن للولايات المتحدة الامريكية لو تمن الاردر من صفر دولار الى 14-199 هيبقى الشحن بكذا ولو كان تمن الاردر من خمستاشر دولار الى 999 دولار هيبقى الشحن مجاني تمام؟ ده كده اللي انا عملته انت مش مجبر تعمل نفس اللي انا بعمله بس انا عملت قدام خطة شحن وفهمتك هتمشي ازاي؟ طب يا رامي انا عاوز اشحن لامريكا وعاوز برضو اشحن لأوروبا او مثلا من دول معينة في أوروبا هتعمل كريت شبنج زون جديدة وهتسمي الزون نين مثلا يوروب بعد كده هتبدأ تختار الدول اللي انت هتشحن لها داخل أوروبا تمام؟ لو هتشحن لكل دول أوروبا هتيجي هنا عند يوروب كده هتروح عامل عليها صح انك هتشحن لجميع الدول لا هشحن لألمانيا وايطاليا بس يبقى يلغي من هنا وشوف فين ألمانيا جيرماني اعمل عليها صح اهي وايطالي راحت فين حرف الاي اهو اه اعمل عليها صح وقول له وتكون نسميها هنا يوروب تمام؟ يبقى في الحالة دي هسميها اهو يوروب يبقى انت بتشحن لأوروبا بس بتشحن لألمانيا وايطاليا بس واحدد الأسعار بتاعتك اعمل ادريت واعمل نفس اللي احنا عملنا طبعا عشان وقت الفيديو انا مش هقدر اكمل اكتر من كده ده كان اه يعني ما يخص الاعدادات بتاعت الشحنة قائمة على ايه هنا الشرط اللي انا وضعته يعني امتى هيتشوبيفاي انا بقول له حدد تمن الشحن يا شوبيفاي وبحط له هنا الاوامر طبقا للسعر تمام؟ يعني مش عاوز يكون بقى بقى بقرر في الكلام وممكن ادريت يبقى طبقا للوزن وانت هتروح وقتها على المتجر بتاعك وتحدد أوزان السلع المثلا ان السلع اللي تحت الكيلو هيكون شحنها بكذا والسلع اللي فوق الكيلو شحنها بكذا تمام؟ شرحتها انا على فكرة طبقا للوزن في كورس البرينت اون ديماند تقدروا ترجعوله شوبيفاي برينت اون ديماند اللي هو اطباعه عند الطلب وهتلاقوا الرابط بتاعه ان شاء الله في الوصفة اسفل هذا الفيديو فهنا في كورس دروب شبنج حبيت اشرح حاجة جديدة ان الشحن يكون معتمد على تمن الوردر ابدأ اعمل سيف طبعا انا هنا في اوروبا ما حددتش يعني ما حددتش حاجة يعني لما انا عملت يوروب غلط طبعا هنا بيقولي ان الكاستومر هنا مش هيقدروا يشحنوا تمام؟ عشان ما حددش يقولي الايرور ده برضو فانا ممكن اعمل ادريت او ممكن احزفها خالص لان انا كده كده يعني بالنسبة لي مش مش هشحن في اوروبا تمام؟ فانت برحتك اعمل المتجر حسب بيتماشى معك انت بعد كده هعمل سيف واشكركم شكرا جزيلا كان معكم اخوكم رامي عزة اتوقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة